من ضمن الأسئلة اللي بيسألها الناس اللي بتحب النبي عليه الصلاة والسلام ومحيراهم قوي طيب أنا أعرف إزاي الحديث صحيح ولا ضعيف يا محب لرسول الله يا حائر من أكبر الأخطاء الجديدة اللي حصلت في آخر 20-30 سنة إن أنا أدور في الكتاب هو النبي قالي الكلام ده ولا لا ولو لقيته صحيح أعمل بالحديث على طول أو أدور على سايت على النت أو مكاتب الحديث فيقول لي صحيح ولا ضعيف فلو لقيته صحيح أعمل بالحديث على طول وما نعمل إيه؟ منها لو النبي قال كده هعمل استنى بس واحدة واحدة الموضى ده محير وعمل مشاكل كتير جدا في الأمة الإسلامية عندنا في الشريعة حاجة اسمها منطوق النص وحاجة اسمها مفهوم النص أنت دورت على حديث على الإنترنت دخلت على الموقع الفلاني اللي أنت عارف اسمه أو فتحت كتاب الفلاني بتاعش الشيخ الفلاني هو النبي قال الكلام ده فالشيخ يقول لك حديث صحيح لقيت مكتوب فيه على سبيل المثال غسل الجمعة واجب على كل محتلم بخاري ومسق طب استنى أيوة ده صحيح أولا انت فاهم ده اسمه منطوق النص عارف مفهوم النص؟ عارف يعني إيه غسل الجمعة واجب؟ عارف واجب دي يعني فرض ولا سنة؟ وهل ممكن النبي يقول على حاجة أنها سنة بلفظ واجب؟ عارف معنى كلمة واجب في أصول الفقه؟ طب عارف يعني إيه محتلم؟ يعني واحد صحي محتلم؟ فيبقى غسل الجمعة واجب على كل واحد صحي محتلم ما هو كل يوم لو أي حد صحي محتلم لازم يغتسل في الفين الإضافة هنا كلمة محتلم يعني بالغ زي كلمة حائد قد عند النساء مش يعني عندها أيام الحائد يعني بلغت لا تفعل الحائد كذا أو إذا حاضت المرأة فعلت كذا وكذا معناها إذا بلغت دي أول حاجة الحاجة الثانية كلمة واجب هنا في الحديث عند الشافعي وأبو حنيفة ومالك وحمل بن حنبل وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن عباس الأئمة الأربعة والصحابة عندهم كلمة واجب يعني واجب في مكارم الأخلاق يعني الناس اللي عندها أخلاق كريمة وليس فرد قبل ما تروح الجامعة يوم الجمعة تستحمى عشان يرحته حلوة قبل التجمع بتاع المسلمين فالنهار دا لو أنا قريت بنفس الحديث ودورت لقيته صحيح ومتعاملت بيه على طول هفرد على نفسي وهخلي كل المسلمين آثمين عشان ما بيستحموش يوم الجمعة نص المسلمين ما بيستحماش يوم الجمعة بيبقى بيشتغل والله صحي متأخر وينزل جاري على طول وهو مش فرد بقول الأئمة الأربعة والصحابة لما تفتح كده وتدور على الحديث مثلا أسفل الكعبين من الإزاري في النار فتدور دا الحديث صحاحه العلماء ايه دا؟ يعني يا أسفل الكعبين مش انت بتشوف ناس أفاضل لابسين بانطلون قصير شوية كده أو جلبية قصيرة عافية دول أفاضل بيطبقوا السنة بس هل اللي مطول البانطلون تحت عظمة رجل وداخل النار زي ما الحديث بيقول فتيجة تفتح لا يا حديث صحيحة يقوم صاحبنا مأثر البانطلون بتاعه ويروح الشغل كده مديره يقول له ماينفعش يقول له لأ سيدنا النبي قال كده ولازم اعمل بالموضوع ده يقول له يا ابني في حاجة اسمها واجهة اجتماعية ماينفع ويترفت في الآخر ولو كان دور شوية عند العلمة وسأل العالم الإمام الشافعي بيقول كده بيقول من تفقها من الكتاب ضيع الأحكام ما تدورش في الكتاب صحيح ولا ضعيف ولا على النت وقال من كان شيخه وكتابه كان خطأه أكثر من صوابه طب اعمل ايه يعني بس استنى بس لما تدور في كتب العلمة تلاقي الأئمة جمهور العلماء انك انت لو سبت لبسك طويل تحت عظمة رجلينك دي ده مش حرام ولا حاجة وابو حنيفة كان بيلبس لبس طويل كما يقول ابن مفلح في الأداب الشرعية فقال له هو ده مش حرام قال لا إنما من يفعله خيالاء كبر ده اللي حرام ولسنا نفعله خيالاء ليه أصلا ابو حنيفة يعرف حديث تاني لما انت جت دورت الحديث صحيح ولا ضعيف ما كنتش تعرف التاني لما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من جرى إزاره الإزار يعني البنطلون من جرى إزاره خيالاء لم ينظر الله إليه فالعلمة جابوا كلمة أسفل الكعبين في النار ومن جرى إزاره خيالاء قالوا دي العلة طب انت بتطول بنطلونك بتتقرنن علينا عشان تقول أنا أغنى منك وبنطلوني فيه صنطي خلاص العلة دي ما بقيتش موجودة عند الناس انتفت العلة دي ما بقاش دليل على الكبر ان بنطلوني فيه صنطي زيادة فالعلمة جمهور العلماء قالوا كما قال سيدنا ابن عبدالبر في التمهيد ومن أطال إزاره بغير خيالاء لم يلحقه الوعيد يعني مش دل رد النبي قال عليه فالنهاردة فيه حاجات تانية في العلم بتتعمل غير انك انت تتدور على حديث صحيح ولا ضعيف وتقوم عامل به النهاردة لو لقيت حديث سيدنا النبي أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماغهم ما تلاقي في البخاري الحديث ده منطوقه ليه مفهوم غير كده خالص طبعا بليه لو أنا حائر في الموضوع ده فيه كنز كبير قوي عند المسلمين اسمه دار الإفتاء المصرية تبعت لهم الحديث انت لو عندك نغزة في قلبك بتدور على النت تعالج قلبك ولا بتروح للدكتور لغاية عياته ما هو قلبك ده حاجة مش قليلة دينك مش أقل من قلبك لما يبقى عندك حاجة في دينك من أخبطاك يا سيدي روح للعالم في الأزهر وأسأله لا مش هروح للعالم ما عنديش وقت طب إبعت للعالم إيه بعت لدار الإفتاء المصرية الحديث ده صحيح ولا ضعيف وأعمل بي إيه وأنا أضمن لك بإذن الله لأن هي دار الإفتاء بتدار بطريقة رائعة جيلك الإجابة على طول إن لم يكن الإجابة موجودة أصلا عندهم هتجيلك الإجابة في صحة أو ضعف الحديث من المتخصصين وتعمل إيه بالحديث لكن ما تدورش لوحدك وده من احترامنا للعلم الشرعي فأتمنى أكون جاوبت في الموضوع ده إجابة ما عايش الواحد منفعل لأن الواحد لما بيدرس مع المشيخ بيتطمن لدينه وبيصعب عليه كم الحائرين اللي برنامج في التلفزيون بيلخبطه ولا بوست على الفيسبوك طمنوا يا جماعة ديننا متين والعلم متين قوي ولعلم ربنا يبارك في أعمارهم موجودين واللي مش عايش منهم سيب كتب زي الدهب فاتطمنوا فأتمنى أكون قدمت خلاصة ريح بال كل حائر